السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الجزء الثاني اللي راندت المعينات فكيفما وعدتكم في الجزء السابق اللي قبل من هذا اللي خدمنا فيه هاد المعينات بالتفصيل فالان غدي نوريكم وحت طريقة سهلة وبسيطة باش تزينو هاد المعينات لاحظوا معايا عندي هنا ربعة ديال الغرازي هادية الرابعة لاحظوا معايا جيدا واحد اثنان ثلاثة كنمشي الغرزة الثالثة كيفما قلت لكم في الفيديو السابق باللي داروري هاد المعينات يكونوا على ربعة ديال الغرزات وكونوا مقادين مع بعضياتهم باش نخدموا على هاد الغرزة الثالثة اهنا واحد اثنان ثلاثة هادية الغرزة رقم ثلاثة فكنحاول انني ندخل هنا خيط ندخل غرزة عادية هنا انا خديت لون اخر غير باش تباليكم بشكل اوضح اللي بغا تستعمل نفس اللون ممكن انها تدير نفس اللون ديالها وتخدم عادي جدا كنرجع في نفس الغرزة يعني هذه الغرزة رقم ثلاثة كنرجع فيها هنا انا بغيت نضوبل الخيط بغيت نديره على جوج باش تجيني فيه الحبكة مقادة وجيزوينة وفي نفس الوقت نقدر نمشي نبقى غادة يعني من فاراغ الفاراغ اتشوفوا معاياتش في الاخر فهنا كندير الحبكة كندخل الابرة اسفل هادوك الجوج ديال الخيوطة لاحظوا معايا مزيان اسفل الخيوطة بجوج وهاد الخيط كيكون عندي بهاد شكل دائري دائري يعني وفي الجهة ديالي انا لاحظوا معايا مزيان الخيط كنديره في هاد الجهة هاد هاد هي الحبكة يعني غير كنشرح اللي اول مرة غدا تخدم هاد النوع ديال الخدمة فرا هاد هي الحبكة دي ما كتدور الخيط في هاد الاتجاه كنتمنى ان الشكل يكون واضح ورجع نهبط الابرة اسفل الخيوطة بجوج ونطلعها لاحظوا معايا درت هنا ثلاثة ديال الحبكات وغنمشي مباشرة للتوب هاد عملية مهمة بزيف غنمشي للتوب وندير غرزق هاد غرزق عادية كين فرق ما بين الغرزق وما بين الحبكة الحبكة هي هاد اللي خدمتها دابا هاد هي الغرزق عفوا والحبكة هي هاد اللي غندير دابا لاحظوا معايا مزيان هاد هي الحبكة هما باختسار يعني الحبكة عكس الغرزق يعني كيكونوا العكس ديالها لاحظوا معايا مزيان اتجاه ديال الخيطة هو لك يلعب دور كبير في هاد الخدمة هاد ديما الاتجاه غا يكون في هاد الجيهة هادي على ليسر وكنطلع الابرة اسفل من هادو كجوج ديال الخيوط هنا در ثلاثة ديال الحبكات على ليمن وثلاثة على ليسر وغرجع في نفس الغرزة يعني هاد رقم ثلاثة لاحظوا معايا جيدا هنا ماشي هاد المكان كرجع لهاد الغرزة رقم ثلاثة اللي انا اصلا خدمت فيها في الاول وكنطلع الابرة من الغرزة رقم ثلاثة ديال المعين للقدام يعني اللي جاي هادو صحب مهم هبطت الابرة من نفس المعين وطلعته في الجيهة الاخرى هاديك تسهل علي الخدمة اللي بغات تهبط الابرة وعاد تعود طلعها فتقدر تضيها مهم انا غير مشيت نيشان في الخدمة كيف ما كتلاحظوا معايا هنا نتبت الغرزة ديالي ضروري ما نمشيش يعني مباشرة لهاد المعين اللي عندي في الاخر هنا لاحظوا معايا واحد اثنان ثلاثة دائما نفس الطريقة نفس الطريقة ديال الخدمة غرزة على رقم ثلاثة وكننرجع لهاد المكان ونضير غرزة اخرى باش نضوبل الخيط هناش حل ما كان الخيط نزد الغرزة ولكن لا تقضر تفوتى جوج ديال الغرزة لا تقضر الغرزة اذا تزدت هذا الحبكة تبدأ من ليمن يعني لما بدأتها من ليمن لا تقضر تمشي يعني تزيد بالخدمة تزيد القدام يعني المهم يمكن تمنى تكونوا فهمتوني فهناك تجي مبيناتهم مبينات دوك جوج ديال الدربات وقديري دريبة ديالك عادية ونرجع اسفل جوج ديال الخيوط ونضير الحبكة الأولى والحبكة التانية والحبكة التالتة كيف ما كتلاحظوا معايا هاد الخديمة اه زوينة وسهلة كما قلت لكم وبسيطة بزيف لاحظوا معيك ارجع نهبط الابرة من هديك يعني من من رقم ثلاثة من الغرزة التالتة ونطلعها في الغرزة التالتة اللي مقابلة معاها باش تقدري انك تزيدي تكملي الخدمة ديالك فهنانا ما عنديش بزيف عندي غر هات ثلاثة المعينات هم اللي خدمتهم معاكم في الفيديو السابق لاحظوا معايا كيفاش غنقدروا نخدموا نفس الخدمة التحت ما غاديش نشدوا ونبدوا نخدموا التحت غنحيد الفني الديولي هم اللولين اللي كنت شادة بهم التوب وغادي نقلب التوب لاحظوا معايا مزيان هادي طريقة باش تسهلوا عيكم الخدمة إلا جيتوا تخدموا هديك الخدمة مباشرة في التحت يعني تقلبوا غير ليدكم وتخدموا غير صعيبة صراحة غير صعيبة المهم قلبوا التوب كيفما وريتكم وديروا نفس طريقة نديروا نفس طريقة فانا دي بغير غير نتبت هاد التوب ديالي بالفنيت انا صراحة كنخدم بالفنيت بزيف ما كان بريش اديك الخدمة اللي فيها فنيتة وحدة كيلي كتدير غير وحدة وكتبقى خدامة ولكن في النهايق على الاغلب كيجيك الديكالاج في الخدمة وانا ما كان بريش اديكالاج كنبغي نحافظ على الفصالة دي الخياط يعني كيفما تفصلات الحاجة كيفما نخدمها ماشين ديكاليها في الكمام خصوص الكمام وجليل من التحت لانك يملك تجي تديري الاغلي ديالك كيلا كان عندك اصلا ديكالاج فانتي تخسري بعد الفصالة دي الخياط والدورة ديالك ما تجيش مقادة اتشي علاش حاولوا انكم ديكالاج تفادوه وشدوا الخدمة ديالكم بالفنيت مزيان ديروا 4 الفنيت والثلاثة مهم انا بعد مرات كندير ربعق ما غديش نكذب عليكم كندير ربعق كندير جوج الفوق وجوج التحت وقبل ما نوصل مثلا انا غاد اخذ داما احتاج ان نوصل مثلا الجليل ديوري فباقي عندي واحد مسافة مثلا ديال 30 سانتيم كندير الفنيتة التحت فهديك 30 سانتيم يعني كنمشي مباشرة الاسفل كندير فنيتة كندير فنيتة ونزيد بفنيتة اخرى باش الى كان عندي التوب متفاوت نعالج انا المشكيل الفوق ماشي حتى نوصل تحت عاد نكتيشف باللي انا عندي ديكالاج خاصني نكتيشف فوق بما نوصل ليه باش نقدر نعالجه هده مشكيل بزاف كديرو ان شاء الله نوضح ليكم شيفيديو نوضح ليكم في هده هده الطريقة موهما هده طريقتي في الخدمة وكيفاش كتخدم ومكن بغيش صراحة ديكالاج حيث ماني كنجي ندير لغلي كنت برزط هكي جيني جيها جيها عوجة فشكل يعني مكن بغيهاش كنبغي جيني الحاجة مقايدة وصراحة حلما كانت مقايدة حلما كنت جيك اذيك الدورة مزيانة هده شي علاش انا كنتمنى يعني تفهموا الشرح ديالي ولكن ان شاء الله نديروا فيديو على هذا الموضوع ماشي مشكيل حيط طريقة سهلة غير هو كما قلت لكم نكتشف انا الدكالاج قبل احسن ما نكتشفه حتى الاخر المهم هده ماشي موضوع ديالنا دابه غدي نوريكم وحط طريقة زوينة غنديروا في هد الغريزات هده بجوج واحد العقيقة كيفما تلاحظوا معايا انا اخذ غير نفس الخيط يعني انا ما فيه ميركب خيط اخر غدي ناخده غير هو وغدي نطلعه من هد الغرزة وغنجيب واحد العقيقة انا اخذت هده الحجم ديالها متوسط يعني ما كبيرش بزيف وما صغيره لاحظوا معايا مزيان غدي نهبط الابرة انهبطها في هد الغرزة اللي منهل هده الفاراغ ديال هده الحبكة اللي انا قدرت نهبط الابرة من هده الجيهة وغنطلعها من هد الغرزة هدي اللي كتجي مباشرة على الفاراغ ديال هده الخدمة الحبكة اللي احنا درناها فغدي نقعدو هده العقيقة ديالنا مزيان المهم هده طريقة للتزيين يعني اللي ما بغيتش تدير العقيق ما تديروش ممكن انها تدير مثال البريد كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق تقدروا انكم تديروا البريد هدو كل المعينات قبل ما تديروا هد الخدمة هده ديروا البريد ديالكم لا تديروا مسالي ولا تديروا الطرز الرباطي ولا تديروا اللي يعجبكم المهم انا فضلت ان انا ندير غر العقيق في الواسط واللي بغيت ما تديروش تقدروا ما تديروش ولكن سراحك يعطيو احد من اي درزين المهم كنتمنى لكم مشاهدة ممتعة وشكرا لكم كاملين وخصوصا للسيدات اللي تيدعموني بالتعاليق كنتمنى لكم مشاهدة ممتعة وبسلام عليكم وشكرا على المتابعة اشتركوا في القناة